اشتركوا في القناة في ظل قيادته الحكيمة مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قبوس بن سعيد السلطان عمان بمناسبة ذكرى اليوم الثالث والعشرين من يوليو يوم نهضة المباركة للدولة الشقيقة وعبر سموه في البرقية عن خالص تهنيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار مشيدا سموه بما يجمع البلدين من علاقات أخوية وطيدة متمنيا لهذه العلاقات المتميزة المزيد من التطور والنماء كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية مماثلة إلى أخيه سمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيق بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الثالث والعشرين من يوليو يوم النهضة المباركة وأعرب سموه في البرقية عن خلص تهنئة وتمينياته لجلالته بمفرسحة والسعادة وللشعب العماني الشغيق المزيد من التطور والإزدهار في ظل قيادته الحكيمة كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة ممثلة إلى أقيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مهني أن سموه فيها بهذه المناسبة